السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خفن زرفان مع اكيرا في هذا الفيديو نريد أن نهدر على واحد الموضوع الذي يغفل عليه الكثير من الناس في شهر رمضان المبارك والذي هو قراءة القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم وقراءة القرآن الكريم صراحة من الأمور التي تدخل الراحة والطمأننة للقلب ونأخذ جزاء كل حرف تنقرأها من القرآن الكريم بعشر حسانات والله يضاعف لمن يشاء وفي هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد البروغرام دارتو لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان اطلقت الكرونو وقرأت واحد الصفحة من المصحف الكريم وبغيت نشوف شحال ذي الوقت قريبا غادية الدليا ولقيت بأنني قريتها في دقيقة وخمسة عشر ثانية إلى قريت الصفحة وعطيت كل حرف لحق ديالو دقيقة وخمسة عشر ثانية كونفيرتتها كاملة للتواني وعطتني خمسة وسبعين ثانية وحنا كاملين كان عرفوا أن المصحف الكريم فيها ستمية وربعة صفحة دونت شنودرت دربت خمسة وسبعين ثانية فوا ستمية وربعة صفحة وعطتني خمسة وربعين الف وتلتميات ثانية خاصك باش تقرار المصحف الكريم كامل وشنودرت خديت خمسة وربعين الف وتلتميات ثانية باش نعرف شحالة من دقيقة فيها قسمتها على ستين وعطتني سبعمية وخمسة وخمسين دقيقة وسبعمية وخمسة وخمسين دقيقة بغير نعرف شحالة من ساعة كينا فيها وقسمتها على الثاني على ستين وعطتني تقريبا ١٢ ساعة ونص ١٢ ساعة ونص هي اللي خصنا باش نقرأوا المصحف الكريم كامل إذا ١٢ ساعة ونص خصنا باش نختموا القرآن الكريم وتخيل معايا للأسف بزاف ديالناس كيدووزوا ساعات وساعات في مواقع التواصل الاجتماعي وغير نفترض انك مثلا كتخصص غير ساعة لقراءة القرآن كل نهار غدي تحتاج ١٢ يوم باش تختم القرآن الكريم وهذا كي يعني انك تقدر تختم القرآن الكريم في شهر رمضان جوج ديال المرات القرآن الكريم فيه واحدة الراحة النفسية وطمأنينة للقلب وفيه الأجر العظيم وبسلام عليكم نتلقى في الفيديو دي الغداء